يا حبيبي يا محمد جمال هديك أروانا ونور وحيك أحيانا تروي القلب تعطره تحيي اللوبة تنوره وإلى ربك فارغب يا حبيبي يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها العزاء ونحن في أواخر برنامجنا برنامج وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب يا حبيبي يا محمد وإلى ربك فارغب يا حبيبي يا محمد وإلى ربك فارغب يا محب الحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الثلاثيات النبوية التي مرت معنا رغبنا بها إلى الله وقلنا إن إلى الله راغبون عسى ولعل أن ننتفع من حاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونجعل ذلك واقعا ملموسا في أرضنا لننتقل إلى أجمل وأحلى الحياة الطبيعية الهانئة المثالية اليوم ثلاثيتنا جميلة وتتحدث متعلقة بعض واحد من أعضاء الجسد وهو العين قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله عين بكت من خوف الله وعين حرست في سبيل الله وعين غضت عن محارم الله هذه العيون مكرمة يوم القيامة تأتي هذه العين مكرمة مكرمة معظمة ممدوحة ممنوحة أفضل المنح يوم القيامة سبحان الله ثلاثة لا ترى عين من النار عين بكت من خشية الله عين حرست في سبيل الله عين غضت عن محارم الله الأولى العين اللي بكت من خشية الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر الجهني من نجاته يا رسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك قالوا تريد تنجو دير بالك من لسانك حاولت كثير تلتفت لأطفالك وتربيت أطفالك وأهلك وخلي عينك تدمع وتبكي من خشية رب العالمين جل جلاله لأن البكاء من خشية الله فوز يوم القيامة سبحان الله ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني يوم القيامة الناس مواقفين ستنزل الشمس تدن من العباد مقدار ميل على أضعف الأقوال على أقوى الأقوال أوسع الأطول الأقوال أن مقدار ميل أي ميل التي يقاس في الأرض عن 1600 متر فالشمس تدن فيعرق كل إنسان على قدر ذنوبه فمنهم من يلجمه العرق إلجاما ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى ثدييه ومنهم إلى ركبتيه فهناك أشقد يعرق على قدر العرق ويقفت النار رب العزي يجيب مظلات خاصة للمؤمنين من هؤلاء الأصناف اللي الله يجيب للمنظلة حتى ما يعرقوا فإذا ما يعرق معنات ما عنده ذنوب قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه ما يعني قلبه مع الله هو بخطبة وقاعد متأثر سمع الخطيب قال كلام جميل فبكى هو دا يسمع قرآن بكي هو شاف كلام بكي شاف الحجاج على عرفات بكي شاف ناس امرأة مريضة محتاجة بكي شاف وضع الأيمان الجانب الأيمان بكي هاي الدمعة هاي تجي من خشية الله يعني ما بكى فقط أنه فقط أنه ذكر الآخرة وبكي ذكر القبر وبكي لا كلها تجي من خشية الله أي دمعة نزلت منك لأنك حسيت بقربك من الله سبحانه وتعالى هاي هي تكون من خشية الله لهذا قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة من دموع من خشية الله وقطرة دم تهرق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله عز وجل فمثلا أنت تأثرت جسمك تأثر من ما يلبيغت بالشتي عن مدى الوضوء محسوبة تحسب لك تأثر جبينك من السجود تحسب لك هذه كلها آثار عند الله سبحانه وتعالى مكتوبة سيدنا النبي كان كثير البكاء لأنه رقيق القلب صلى الله عليه وسلم بل هو أرق قلب في الدنيا كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء يبكي تقول أشياء قدر يغلي المرجل القدر يغلي من البكاء صلى الله عليه وسلم سيدنا علي يقول والله يوم بدر ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح صلى الله عليه وسلم كان كثير البكاء عليه الصلاة والسلام فإن بكاء العين من خشية الله يطفئ بحورا من النيران يوم القيامة الثاني العين باتت تحرس في سبيل الله يا الله يعني الرجل الجندي المقاتل اللي واقف يحرس في سبيل الله ونيته أن يخدم هذا البلد ونيته أن يحامي الناس بذاء ذا البلد هذا أجرك مثل أجر اللي يعيقيم الليل وعين باتت تحرس في سبيل أنت واقف واقف أنت واقف واقف فأنوي أن أنت هذا حراسة في سبيل الله يتحول كل وقفتك إلى ثواب إلى أجر قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر طبعا رباية الإمام حاكم قالوا بلى يا رسول الله نعم يا رسول الله قال حارس حرس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله يعني لما أنت جيت قاتلت بالموصل ودافعت عن أهل الموصل وأنقذت الموصل وأنت خايف يجوز ما ترجع الأهلك أنت كل ليلة مرت عليك كأن تنحس باللكة كأن ليلة القدر كل ليلة كل ليلة قضيت أنت بعيد من أهلك جايين من الجنوب من بغداد من الشمال جاي تدافع عن هاي المدينة كل ليلة أنت قضيتها بالموصل الدافع عن الموصل فلك كأنه ليلة القدر هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا أنه دائما القلوب متصلة فاللي عينه بكت من خشتي له هو نفسه اللي عينه تحرص في سبيل الله نفس العين نفس القلب وكذلك العين الثالثة اللي عين غضت عن محارم الله تعرفون الآن اللي غضى عن محارم الله أجره أضعاف أضعاف أجر اللي بزمانهم كان يغضى البصر يعني قبل 300 سنة كانوا النساء ويصاب يشوفوهم بس بالشارع بالسوق وبمكان يروحون ديروحون للماء للشط ممكن واحد يشوف المرأة بالمزرعة قبل 100 سنة ممكن واحد يشوفهم بالتلفزيون عسة الحمد لله موبايل وانترنيت وفيسبوك وتلفزيون يعني مظاهر الفتن كثيرة كبيرة تيار جارف فاللي غض بصره الآن أجره أضعاف من ذاك أضعاف من غيره وعين غضت عن محارم الله كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون ترك ترك لله خلي عينك سبحانه وتعالى خلي عينك طهر نقية كلما صفت عينك من الحرام كلما كما قال كلما صفت عينك من الحرام كلما أورثك الله حكمة كما يقول أبو الحسين الوراق من غض بصره عن محرم عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها سامعوه عيدة عيدة شوف شغل جمال من غض بصره عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بها سامعوه يعني الله ينطقك بالحكمة يعني من عينك خلت من الحرام وجوفك خل من الحرام وجيبك خل من الحرام الله ينطقك من منطق الملائكة الله ينطقك عبالك وحي عبالك إلهام من رب العالمين لين صافي مسفة فليش قدم غض البصر على حفظ الفروج قال لأن النظر بريد الزينة نسأل الله العافية فكلما غضيت البصر كلما قد ربت من الله سبحانه وتعالى وكما ورد أن النظرة سهم من سهام إبليس أو سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركه من أجل أبدلته حلاوة في قلبه لا يجدها إلا المؤمن علاوة الإيمان تجدها في الابتعاد عما حرم الله وبالاقتراب من ما لكن ليش رب العالمين نزل سورة يوسف ليش ومسا لاستئناس لاعتبار هذا النبي الكريم الذي الله سبحانه وتعالى عصمه حين غض بصره فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أسأل الله عز وجل أن يجعل عيوننا خشعة من خشيته باكية من الخوف ومن خوف الوقوف بين يديه وأن يجعل عيون من يحرس بلدنا في سبيله جل جلاله وأن يجعل عيوننا غاضة مبعدة عن المحارم آمين اللهم آمين وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ يَا حَبِي بِي يَا مُحَمَّنِ اللهم طاهر قلوبنا وطاهر أعيوننا وطاهر أفئدتنا وطاهر أيدينا من الحرام وأبعدنا عن كل حرام من مولانا رب العالمين وذلك فضل الله نختم هذه الثلاثية ثلاثية العين إن صح التعبير إن شاء الله على بركة الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم يا حبيبي يا محمد جمال هديك أروانا ونور وحيك أحيانا تروي القلب تعطره تحيي اللوبة تنوره وإلى ربك فارغب يا حبيبي يا محمد